السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله كل يوم يتلقى قسم الشؤون الجنائية تابع لمديرية شرطة القضائية ملخصا من مختلف مصالح الامن بالمغرب فيتم فتح ملف لكل قضية تلك الملفات لا يتم اقفالها الا بعد انتهاء التحريات وبعد تقديم الجان او الجنات الى العدالة وهكذا بعد التوصل ببرقية في قضية من القضايا يقوم العمداء والضباط العاملون ضمن اطار هذا القسم بدراستها من الجوانب التقنية والقانونية لتفادي كل خطأ في التقدير وكل توجيه غير سليم وفي حال ما اذا تبين ان الامر يتعلق بقضية ارتكبت على الصعيد الوطني فان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتولى متابعة الامر قبيل ربيع العام واحد والفين توصل قسم الشؤون الجنائية التابع لمديرية الشرطة القضائية بنظير ملف يتضمن ثلاثا وعشرين شكاية تتعلق بعمليات نصب تعرض لها مواطنون من مدينة اجادير لم تكن التحريات التي اجريت على المستوى المحلي في اجادير قد افضت الى القاء القبض على المتورطين في اعمال النصب تلك وقد استنتج الباحثون ان الجنات المفترضين اربعة وصلوا الى اجادير يوم الخامس والعشرين من فبراير من العام واحد والفين وان من بينهم شخص يحمل الجنسية المصرية افادت التحريات ايضا بان المصري استأجر غرفة في احد الفنادق الكبرى بالمدينة وان من يفترض كونهم شركاءه اكتروا شقة مفروشة في وسط المدينة افاد التحقيق الذي تم اجراؤه بان تلك المجموعة قامت بنشر اعلان في صحيفة محلية يخبر بان شركة سعودية تعتزم توظيف مئة عامل متخصص للعمل في المملكة العربية السعودية كان الاعلان المنشور في الجريدة المحلية يستعجل من يهمهم الامر للاتصال بعنوان لم يكن في الحقيقة سوى عنوان الشقة المفروشة التي استأجرتها مجموعة الاربع بعد يومين تقاطر مرشحون كثر على العنوان المذكور كانوا كما هو مطلوب منهم في الاعلان مصحوبين بجوازات سفرهم وشهادات عمل تثبت خبرتهم في المجال الذي سيشتغلون فيه لم يكن يخامر المرشحين للتعاقد مع تلك الشركة السعودية ادنى شك في جدية العرض فما ان يصل احدهم الى الشقة التي اتخذها من يقدمون انفسهم مندوبين عن تلك الشركة مقرا لهم حتى يجد في استقباله شابا قوي البنية كانت مهمته فحص جوازات السفر وتوجيه المرشحين الذين يحملون ملفا مكتملا يتم توجيههم الى غرفة ما ان يفتح بابها حتى يجد المرشح نفسه في مواجهة لجنة حقيقية من ثلاثة افراد ثلاثة يتكلمون بلهجة خليجية قرارات اللجنة فورية فما ان يتيقن افرادها من ان المرشح يستوفي كل شروط حتى يبلغوه بان التعاقد النهائي معه لن يتم سوى بعد تواجده في العربية السعودية وبعد التأكد من ان الشهادة المهنية التي قدمها ليست زائفة تقترح اللجنة ان يسدد المرشح ثمن تذكيرة الطائرة من الدار البيضاء الى مدينة الظهران السعودية ومن الظهران الى الدار البيضاء ولطمأنة المرشح المقبول مبدئيا تعيده اللجنة بانه سيستعيد ثمن تذكيرة السفر اذا ما اثبت كفاءته مباشرة بعد توقيعه على عقد العمل النهائي مرشحون كثيرون وافقوا على العرض ولكن مرشحين اخرين تراجعوا لانه لم يكن بمقدورهم توفير ثمن تذكيرة السفر ذهابا وايابا الى ظهران حين يمثل المرشحون المقبولون امام اللجنة للمرة الثانية يطلب منهم دفع ثمن تذكيرة السفر الى احد الثلاثة الذي يتم تقديمه كمحاسب من الشركة السعودية امعانا في طمأنة مرشح يسلم له وصل مخطوم يتضمن قيمة المبلغ المالي اثر ذلك يسلم مطبوعا يتعين ان يوقعه طبيب يشهد بان المعنية بالامر خال من كل مرض من الامراض المعدية في ظرف اسبوع واحد تمكنت عصابة الاربعة من الاستيلاء على ما لا يقل عن ثلاثمائة وخمسة واربعين الف درهم اثر ذلك اختفت المجموعة من اجادير بينما ظل عشرات من المرشحين يطرقون الباب الموصد للشقة التي كانت المجموعة تتخذها مقرا لها وبعد ان طال انتظارهم قرروا اللجوء الى الشرطة وتقديم شكاياتهم في المجموع توصلت الشرطة في اجادير بثلاث وعشرين شكاية كانت الخطوة الاولى التي قطعها المحققون الاتصال بصاحب الشقة المفروشة الذي اكد ان رجلا خليجيا فيما يبدو اتصل به لكراء الشقة وانه بعدما زارها طلب منه ان يرافقه الى الفندق حيث يقيم مدير الشركة التي تريد كراء الشقة لاتمام الاجراءات كان الرجل قد اعتاد كراء الشقة للاجانب ولذلك فانه لم ير مانعا من التوجه الى الفندق واتمام العملية ما يهمه في النهاية هو ان يؤجر شقته وان يحصل على ثمن افاد الرجل المحققين بانه في غرفة الفندق وجد نفسه امام شخص يظهر انه من علية القوم لم يتحدث اليه سوى بضع دقائق ثم اخرج حزمة من الدولارات ودفع ثمن الاجار وكلف احد معاونيه بتسلم مفتاح الشقة في الفندق علم المحققون ان المكلف باستقبال الزبناء سلم مفتاح الغرفة الى شخص واحد يحمل الجنسية المصرية كما اكد ذلك جواز سفره وان الاخير غادر الفندق بعدما دفع ما ترتب بذمته لا معلومات حول الثلاثة الاخرين الذين كانوا يترددون عليه في الفندق لم يغفل المحققون الجريدة المحلية التي نشرت الاعلان الذي استقطب المرشحين للعمل قال مسؤول الاشهار في الصحيفة ان مصلحته توصلت في السابع والعشرين من فبراير برسالة من الشركة السعودية بعث بها عبر الفاكس حيث تطلب تزويدها بمعلومات حول كلفة نشر الاعلان على صفحات الجريدة كان المطلوب موافاة الشركة بالرد في اليوم نفسه وكذلك كان قال مسؤول الاعلانات انه في اليوم الموالي حضر الى مقر الصحيفة شخص يرتدي زيا خليجيا ابلغه انه ممثل الشركة التي ترغب في نشر الاعلان كانت الصحيفة تريد دفعا مقدما بشيك مضمون ولكن الرجل الخليجي اعتذر وتذرع بانه ليس مقيما في المغرب اقترحت دفع نقدا وبالدولار ولكن ادارة الصحيفة اصرت على ان يكون الدفع بالدرهم قال مسؤول الاعلانات ان الخليجي عاد بعد نصف ساعة ودفع ثمن الاعلان لقاء وصل سلم اليه ثم اختفى ورغم دقة المعلومات فان مصالح الشرطة في اجدير لم تتمكن من الوصول الى افراد المجموعة الذين بدى انهم غادروا المدينة دون ان يتركوا اثرا توقف البحث في انتظار توفر معطيات جديدة وهكذا فتح قسم الشؤون الجنائية تابع لمديرية الشرطة القضائية ملفا لهذه القضية لم تثمر التحريات التي تم اجراؤها حول صاحب جواز السفر المصري لم يتسنى رصد تاريخ دخوله الى المغرب ولا ما اذا اقام في مدينة اخرى غير اجدير في السابع والعشرين من غشت من العام واحد والفين توصل قسم الشؤون الجنائية تابع لمديرية الشرطة القضائية بنسخة من ملف مشابه لملف اجدير هذه المرة من وجدة يتطابق الملفان بشكل شبه تم تم تسجيل فارقين بسيطين الاول ان الرجل المصري كان تونسيا هذه المرة وان الشركة صاحبة الاعلان والتي تطلب يدا عاملة مغربية مؤهلة كانت شركة كويتية ما استولى عليه افراد العصابة قبل اختفائهم عن وجدة بلغ نحو خمسين مليون سنتين صار جليا ان العصابة ستظهر مرة ثالثة في مدينة اخرى غير اجدير اوجدة ولذلك تم تعميم مذكرة على مختلف مصالح الشرطة في المغرب لترقب الظهور الجديد للعصابة قدمت المذكرة المعلومات المتوفرة في اوائل اكتوبر من العام واحد والفين في طانجة كان مفتش للشرطة من مصلحة الاستعلامات العامة في منزله لما زاره صهر له يعمل في صحيفة جهوية اثناء تجاذبهما اطراف الحديث اسر السهر الى مفتش الشرطة بان اجنبيا تقدم الى الجريدة وطلب نشر اعلان لشركة ليبية تريد توظيف مئتي عامل مغربي متخصص وان الرجل دفع ثمن الاعلان نقدا كما انه لم يكن قط يتحدث بلهجة ليبية بدى الصهر متشككا ولذلك التمس رأي صهره مفتش الشرطة الذي كان من المشهود لهم بالكفاءة والخبرة تحاشى المفتش الحديث لصهره عن اهمية وخطورة ما هو بصدد الكشف عنها اقنعه بضرورة اتمام الصفقة مع الاجنبي وان ينشر الاعلان كما طلب منه تسليمه نسخة منها في صباح الخامس عشر من اكتوبر تقدم مفتش الشرطة امام مسؤوله المباشر بنسخة الاعلان بعد وقت قصير كان المفتش ورئيسه المباشر في مكتب رئيس الامن الاقليمي قدم المفتش تقريرا شفويا حول الطريقة التي حصل بها على نسخة الاعلان الذي ستنشره الصحيفة للشركة الليبية استدعى العميد الاقليمي رئيس الشرطة القضائية والعميد المركزي وبحضور المفتش الذي رصد تحرك العصابة في طانجة عقد اجتماع تقرر خلاله وضع مراقبة على مدار الساعة حول العنوان الذي ورد في الاعلان كانت التعليمات تقول ان كل تدخل يجب ان يمكن من ضبط افراد العصابة في حالة تلبس صار اربعة مفتشين من المعروفين بخبرتهم يتناوبون على مراقبة المكان كل ست ساعات وعلى مدار الساعة تم نشر الاعلان في الصحيفة الجهوية وتقاطر عشرات من المرشحين على المقر الذي اختاره افراد العصابة تم قبول خمسين شخصا كلهم اعلنوا استعدادهم لدفع ثمن تذكرة السفر ذهابا وايابا الى ليبيا كان الخامس من نوفمبر موعدا للدفع وما انخرج الزابون الاول حتى التقطه اربعة من رجال الشرطة ادخلوه سيارة كانت مستوقفة غير بعيد علموا منه انه دفع ثمن بطاقة السفر بالطائرة ذهابا وايابا من الدار البيضاء الى ترابلس قال انه ابرم العقد وانه لم يتبقى له الان الا تقديم الشهادة الطبية تحركت العصابة للمرأة الثالثة ووفق سيناريو مماثل لتحركها في اجادير ثم في وجدة تبين ان ساعة التدخل قد حانت حضر الى عين المكان رئيس الامن الاقليمي وتم تشكيل فريق للتدخل من عشرين من افراد الامن تم تطويق العمارة التي تأوي الشقة التي يوجد بها افراد العصابة وارتقى عدد من افراد الامن اسطح العمارات المجاورة كانت الخطة تقتضي ان لا يترك مجال لفرار اي من افراد العصابة في الساعة الرابعة عصرا تقدم العميد بمفرده الى باب الشقة ادعى انه من المرشحين للعمل في ليبيا وما ان فتح الباب حتى اقتحم الشقة عشرة من افراد الامن من الاقوية فاجأوا ثلاثة رجال كانوا يرتدون الزي الخليجي في تلك اللحظة كانوا بصدد استلام مبلغ مالي من احد الضحايا تم تفتيش الشقة وحجز كل وسائل الاثبات تم تصفيد الثلاثة واقتيد رفقة الزبون الاخير الى مفوضية الشرطة كما تم القاء القبض على الشخص الرابع في العصابة تم اقفال الشقة واختم بابها بالشمع الاحمر لمعاودة تفتيشها ان اقتضى الحال حجز رئيس الشرطة القضائية كل الوثائق والحقائب التي كانت في الشقة وتم نقل المحجوز الى مقر مفوضية حيث بوشرت عملية فحصها تم اكتشاف عدة جوازات للسفر مزيفة ومن جنسيات مختلفة وكانت تحمل صورة شخص واحد اول من تم استنطاقه هو الشخص الذي كان ممسكا مفتاح الشقة تبين انه مجرد عامل استخدم لتنظيم عملية دخول المرشحين للعمل الضحايا وانه لا صلة له بالفعل الاجرامي كان نفسه يعتقد انه يعمل لحساب شركة ليبية الادلة والحجاج التي توفرت لم تترك للثلاثة الباقين مجالا للانكار يعترفوا بما نسب اليهم من افعال اقترفوها في اجادير ووجدة وفي طانجة اتضح ان العقل المدبر لتلك الافعال الاجرامية هو المدعو عثمان الافريقي وهو مغربي من مواليد الدهر البيضاء في العام ستين تسعمائة والف صرح بانه هاجر للعمل في العربية السعودية حيث قضى خمسة اعوام في خدمة احدى الشركات الكبرى بدأ مساره في الشركة كعامل بسيط بمطار جدة ثم تم ترقيته الى مساعد في مصلحة الشحن بالمطار وبسبب ارتكابه مخالفة لقانون الهجرة في السعودية تم ترحيله الى المغرب قبل طرده من العمل كان قد سرق عددا من جوازات الصفر تعود لمواطنين من بلدان عربية مختلفة قال انه بعد طرده من العمل قرر استعمال تلك الجوازات وخاصة التي تعود الى مشارق في اعمال اجرامية تسيء الى سمعة تلك البلدان في سياق ذاك التوجه الاجرامي عمد الافريقي الى احداث شركات وهمية يقدم نفسه على انه المتحدث باسمها ويهم ضحياه بتمكينهم من فرص عمل في بلدان خليجية وعربية في الدار البيضاء التقى عاطلين عرض عليهم مشروعه فوافق على ان يكون شريكيها كانت اول عملية نصب قامت بها هذه المجموعة شراء ورقتين من فئة مئة دولار تم استنساخهما وتكوين حزم مالية في اجدير اعترف عثمان الافريقي انه حجز غرفة في احد الفنادق الفخمة قضى بها ثلاثة ايام قبل ان ينتقل مع رفيقيه الى الغرفة المفروشة التي اتخذوها مكتبا للشركة السعودية الوهمية بعد استقرارهم هناك استخدموا شابا اوهموه بنقله معهم الى السعودية حيث سيتقاضى راتبا هو ضعف ما يتقاضاه في اجدير كانت مهمة هذا الشاب تنظيم عملية ادخال المرشحين للعمل الذين تم استقطابهم بواسطة الاعلان المنشور في صحيفة محلية نعلم بقية القصة في اجدير تم النصب على عشرات وتوصلت مصالح الامن بشكايات من ثلاثة وعشرين شخصا جرى النصب عليهم في اجدير استولت العصابة على مبلغ مالي يزيد على ثلاثمائة وخمسة واربعين الف درهم قضى افراد العصابة اسبوعين في اجدير ثم اختفوا كانت مدينة وجدة وجهتهم التالية لم يغيروا سيناريو الاستقطاب اعلان في جريدة محلية شقة مفروشة تم استئجارها لاتخاذها مركزا لتسجيل المرشحين للعمل ثم مواعيد يدفع خلالها المرشحون ثمن تذاكر السفر عندما غادرت العصابة مدينة وجدة كانت قد استولت على نحو خمسمائة الف درهم بعد اكثر من ستة اسابيع ظهرت العصابة في طانجة ولكن طانجة كانت محطة اخيرة في مسيرة تلك المجموعة الاجرامية رأينا ان وصول العصابة الى مدينة طانجة صادف حالة اليقظة التي كانت قد وضعت بها مختلف الاجهزة الامنية تأسيسا على توقع تحرك جديد لتلك العصابة بعد عمليتيها في وجدة وقبلها في اغادير جاءت اعترافات شريكي المدعو عثمان الافريقي حاملة تفاصيل دقيقة حول كيفية عمل العصابة وخطتها الاجرامية كما ان المواد التي تم حجزها في الشقة المفروشة بطانجة وفضلا عن جوازات السفر تضمنت وثائق مختلفة نتائج الخبرات التي اجريت على جوازات السفر التي عثر عليها افادت بان الامر يتعلق بجوازات سفر سليمة تم تبديل صور اصحابها بتقنية عالية وتعوضها بصورة المدعو عثمان الافريقي اثبتت التحريات وابانت ايضا اعترافات الظنين بانه استعمل ثلاثة جوازات من تلك الجوازات التي سرقها بينما كان يعمل في العربية السعودية في مدينة اغادير استعمل جواز سفر مصري كان يحمل صورته ولكنه يحمل اسم صاحب الجواز الاصلي وقد سخر تلك الوثيقة في حجز غرفة في الفندق اما في مدينة وجدة فقد استعمل جواز سفر يعود الى مواطن ليبي بينما استعمل في مدينة طانجة جواز سفر تونسي تعدد جوازات السفر التي استعملها الظنين جعل في مرحلة اولى صعبا تقفي اثره ذلك ان ايا من تلك الجوازات لم يتم ختمه في نقة الحدود علمنا في مستهل اعترافاته انه رحل من العربية السعودية منذ فترة لخرقه القوانين المتعلقة بالهجرة ضمن الوثائق التي تم حجزها ايضا نماذج لعقود عمل ودفاتر تواصيل بينت الخبرة التي تم اجراؤها في مختبر الشرطة العلمية ان الورق المستعمل في كل تلك الوثائق من عينة واحدة كما ان تحرير مضامينها تم باستعمال الة راقنة واحدة تولت الشرطة القضائية بتنجى هذا الملف وبتنسيق مع الشرطة القضائية بالدار البيضاء تم تفتيش منازل الاضناء الثلاثة الذين ينحدرون من تلك المدينة فتم اكتشاف الالة الكاتبة التي سخرت في صياغة الوثائق وايضا دفاتر حسابات بنكية تعود للاضناء وقد تبين انهم اودعوا تلك الحسابات مبالغ مالية هامة حصلوا عليها من عمليات النصب التي قاموا بها وقد تم اشعار المؤسسات البنكية التي توجد بها تلك الحسابات بمنع صرف اي مبلغ مالي الى حين صدور الاحكام القضائية كثيرة هي قضايا النصب التي تعاملت معها مصالح الشرطة وكانت القضية التي عرضناها امس واليوم واحدة من تلك القضايا التي ابانت عن ان النصب والاحتيال كثيرا ما تلفع بلفاع الجدية والنزأة اشتركوا في القناة